أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالوقود وحدت لكم من بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وموت محرم من الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إذا حللتم فاستعدوا ولا يذرمنكم شنان قومنا وصدوكم عن المسجد الحرام وتعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا للإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد لقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنسير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فماذ بحعل النفسية وتستقسموا من الأسلام ذلكم فسق اليوم يسى الذين كفروا من ودينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخوصة غير متجانف الإثم وفإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذين يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم ورجلكم إلى الكعبين وينوكم واتم جنبا وفا اطهروا وينوكم وتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من وكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فطيما وصعيدا وطيبا وفامسحوا بوجوهكم ويديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم وعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واقعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنان قوم ومن على ألا تعدلوا للوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فقف أيديهم عميكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني سرائل وبعثنا منهم اثني شر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم السكاة وآمنوا ويتم برصري وعسرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنهكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات وتجريم وتحقي الأنهار فمن وكفر بعد ذلك منكم فقد غل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تسال تطلع ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم واسفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاكهم فنطلوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وعفوا كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المصيح ابن مريم ولفمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المصيح ابن مريم وأمه ومن هو في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء وقدير وقالت اليهود والنصارى نحن وابناء الله وإباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنوة بشر من من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيذ لكم على فترة من الرسلين وتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وقدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فذنوا قلب الخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما وجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون عن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا بلوئكم وتمؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنوات وربك فقاتلا إنها هنا قاعد لدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا ما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصد يدي إليك ليقتلك إني يخاف الله رب العالمين إني أريد أن وتبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك دساء ظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوء تاخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد وفي الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات تؤمين كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جساء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم ورجلهم من خلاف أو ينوفوا من الأرض ذلك لهم خسي وفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من وقبليا وتقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وافتبدوا إليه الوصيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من من النار وما هم يخارجين منها ولهم عذاب مقيم والصارق والصارقة فاقضوا أيديوهما جساء بما كسبان كالا من الله الله أسيس حكيم فمن وتاب من بعد ظلمه فاصلح فإن الله يطيب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء وقدير يا أيها الرسول لا يحسنك الذين يسارعون في القفر من الذين قالوا آمنا بيفواههم ولم تؤمنوا قلودهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خسيء ولهم بالآخرة أداب أظيم سماعون للكذب يكالون للسحط وإن وجاءوك فحق بينهم أو أعرض عنهم وإن واتعرض عنهم فلن يضرواك شيئا وإن حكمت فاحكهم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعوادهم الطورات فيها حكم الله إنما يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أن واسلنا الطورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا وقليلا ومن لم يحكم بما أن واسل الله فأولئك هم الكافرون فغتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالأين والأموف بالأموف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كصاص فمن ما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أن واسل الله فأولئك هم الظالمون وغفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الطورات وآتيناه الإنواجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الطورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنواجيل بما أن واسل الله فيه ومن لم يحكم بما أن واسل الله فأولئك هم الفاسقون وأن واسلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أن وصل الله ولا تتبع أهراءهم عما جاءك من الحق لكل واجعلنا من وكم سرعة ومنهاجا ولو ساء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وفينبقكم بما قوت فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أن وصل الله ولا تتبع أهراءهم أحذرهم أن يفتنوك أن يفتنوك من بعض ما واصل الله إليك فإنما تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود وأن النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوهم من موتهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولوا ينقشى وتصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عوذه فيصبحوا على ما أصروا فيه وفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من عوكم أن ودينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون السكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هسوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم والغفار أولياء واتقوا الله يوئكم وتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هسوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تواقمون من منا إلا أن آمنا بالله وما أن واسل إلينا وما أن واسل إلينا وما أن واسل منها قبل وإن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشرج منهم ذلك مثوبة ومن عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم الكردة والخناسير وعبد الطابود أولئك شرس مكانا وأضلوا سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالقفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وطرى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحد لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أما قولهم الإثم وأكلهم السحد لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلؤ له ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يضاه مبسوط طال ينوافق كيف يشاء وليسيد إن كثيرا منهم ماء واسل إليك من ربك تغيانا وقفورا ولقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفأه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنه سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أعقاموا التوراة والإنواجيل وما أنواسل إليهم من ربهم لأكلوا من ما فوقهم ومن ما تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْوَسِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ وَاللَّهُ يَعْسِعِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوَّرَاتَ وَلِيْنٌ وَجِيلَ وَمَا أُنْوَاسِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيْسِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنُهُمْ مَا أُنْوَاسِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَقُفَرًا فَلَا تَأْسِعْنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَدُوا وَالصَّابِئُونَ وَاللَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر وعمل صالحا وفلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ضل ما جاءهم رسول بما لا تهواء وفسهم فريقا وكذبوا وفريقا يقدلون وحسبوا أن لاتبون فتنة وفعموا وصرصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصرصموا كثير منهم والله مصير بما يعملون لقد قفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم منه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينوته عن ما يقولون ليمسن الذين غفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وعذر كيف البيب لهم النايات ثم وعذر أنا يؤفكون قل أتعمدون من ودون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فأم الله هو السميع عليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم وقد ظلوا من وقبله أظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من مني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عسوا وكانوا يعددون كانوا لا يتناهون عم وكرم وفعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن وفسهم أن واسقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أن واسل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين شرقوا ولتجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم خصيصين ورهبان وأنهم لا يستقدرون وإذا سمعوا ما أن واسل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات وتجريم وتحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جساء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فكلوا مما رسركم الله حلالا وطيبا واتقوا الله الذي أنوت به مؤمنون لا يؤاخذكم الله من لغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام أشرة مساكين من أوسط مطل ما تطعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر ولن وصابوا الأسلام للزم من عمل الشيطان فلتنبونه نعلكم تفرحون إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميصر ويصدكم أنوا ذكر الله وعن الصلاة فهل أنوادون وتهدون فاطئوا الله واطئوا الرسول واحذروا فإنما توليتم فاعلموا أنما على رسولنا الملاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا وفيما تعموا إذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله أذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأوهتم حرم ومن قتله من وكم متعمدا فجساء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من وكم هديا بعلق الكعبة بعلق الكعبة أو كفارة وطعام مساكين أو أدر ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفعل الله عما سلف ومن عاد فينوها تقم الله منه والله أزيز وذوها تقام أحل لكم سيد البحر وتعمه متعا لكم وللسيارة فحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعل الله نكعمة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله مكل شيء عليم اعلم أن الله شديد الإقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا الملاغ والله يعلم ما تبدون وما تكلمون قل لا يستمي الخبيط والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيط فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفرحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسعروا عنها حين نسل القرآن تبدلكم وعفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من ما قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعفلون فإذا قيد لهم تعالوا إلى ما وانسر الله بين الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أن وافسكم لا يذركم من ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وخينبكم لما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أحذر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذواعد من يوكم أو آخران من غيركم إن أواتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نقتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فينعذر عنا أنهم استحقا إثما وفآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان عليهم الأوليان فيقسمان من الله لشهادتنا حق منه وشهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهل القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أمو تعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنوفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبره الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيلا وكإذ جئتهم من المجمنات فقال النذين كفروا منهم إن هذا إلا صحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينسل علينا مائدة من السماء قالت لهم الله إن ويكم ودن مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ما قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أن واسل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورسقنا وأوات خير الراسقين قال الله إني منسلها عليكم فمن يكفر بعد من وكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنوات قلت للناس اتخذوني وهم من إلهين من ودون الله قال سبحانك ما يقول لي أنا أقول ما ليس بحق إن وقنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمر بني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت لهم ولما توفيتني قوة قوة الرقيب عليهم قوة على كل شيء وشهيد إن وتعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك قوة العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينوافع الصادقين صدقهم لهم جنات وتجريم وتهتي الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوس العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء وقدير اشتركوا في القناة